اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعلى آله وصحبه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى الحديث رواه البخاري ومسلم وفي رواية ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا تدعى له سائر جسده بالسهر والحمى بارك الله فيكم ساكم الله خيران اشتركوا في القناة 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 إلى ما ينشئ فيهم التراحم والمحبة والعاطفة فالمؤمنون يرحموا بعضهم بعضا ويحبوا بعضهم بعضا ويتعاطفوا أي يعينوا بعضهم بعضا مثل الجسد الواحد الجسد له أعضاء وهذه الأعضاء كل عضو له دور وهي مجموعة متكافلة متعاونة إذا تعاونت فأدى الجسد دوره فإذا اشتكى عضو يعني إذا مريض فدعا بعضه بعضا إلى المشاركة بالسهر والألم والحمى والمعنى أن المسلم يستشعر آلام المسلمين ومصائبهم بأن يعينهم بأن يعينهم ويساعدهم وأن يمرض لمرضهم وأن يحزن لحزنهم وأن يفرح لفرحهم وهذا مثل الجسد فالجسد إذا مريض وكان فيه ألم فكل الجسم يكون فيه ألم ومرض وإذا كان الجسد صحيحا معافا فكل الجسد كل الأعضاء تكون صحيحا معافا والمسلم بارك الله فيكم مع أخيه المسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أكثر من حديث كيف يكون المسلم مع المسلم فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره يعني ما يحتقر المسلم الذي أمامه والنبي صلى الله عليه وسلم قال كنوا عباد الله إخوانا كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقال صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا لا تباغضوا لا تناجشوا بيع النجش اللي هو مثلا إذا يسمع أنه واحد يريد أن يشتري شيء فبغيت الإضرار بأحدهما إما أن يعطي للباع سعرا أكبر ويريد فقط مضرة أخيه ولا يبع بعضكم على بيعي بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض يعني إذا علمه أن أحد المسلمين يريد أن يتزوج أو خطب فما يخطب على خطبته فهذه كلها من الأمور التي تؤدي إلى التكافل والتكامل والتعاطف والمحبة بين المسلمين وأن يكون أهل الإسلام مثل الجسد الواحد مثل الجسد الواحد وطبعا هذا اليوم ينقص المسلمين نصى الله العافية والسلام لأن المسلمين اليوم أغلبهم بارك الله فيكم ينظر إلى الآخرين نظرة إما قومية أو عنصرية أو نظرة قبائلية أو إلى غير ذلك نصى الله العافية والسلام وليوم ما المحبة بين المسلمين ليست محبة إيمان وأنما للأسف عرضية محبة مصالح ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم فالمؤاخات هو الألفة بين المسلمين مهمة وهذا ما يكون إلا بالاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا أي نعمة الإسلام فإذا حققنا الإسلام حققنا الأخوة وحققنا التعاطف والتكامل أما إذا عصينا فالله سبحانه وتعالى يخالف بين قلوبنا نصى الله العافية والسلام بارك الله فيكم وعزاكم الله خيرا اليوم بعد الدرس سنأخذ عشر دقائق إن شاء الله لبعض الأسئلة بإذنه تعالى بارك الله فيكم بعد الدرس سنأخذ عشر دقائق إن شاء الله خيرا نحن نعمان إبن بشير رضو الله عليه قال أن الشباب يقولون الشباب من المنين من المسلمين في حياتنا في حرمشة وشعرة في حرمشة وحرمشة تحيزة كي يكون بشيئ عندما كان يتعلم عندما كان يتعلم في شخص يتعلم أجل الأسيق فيما فلس الجديد فضل وحكي انا عزق وحكي أن يكون بحيباً كل هذا يحيب بحيباً يحيب أن يحيباً التهيبه أنه يحيباً يحيباً كيف يحيباً سيكون يحيباً 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 قلوب فائلنا يوجد إستمرار، يوجد حياته بين المسلمين، إستمرار إلى المسلمين، ابحاجة بين المسلمين، حياته بين المسلمين، تأتي بشكل مما وإن المسلمين هذه الجميلة سيكون لديهم جميعاً ويجب أن يكون باركالوفكم بشكل جيداً. المسلمين يجب أن يكون كمساً في هذه المرات. ويجب أن يكون كمساً في مرات. ويجب أن يكون كمساً في مرات. هذا سواره، ويجب أن يكون هذا الموت يكونيكوات في مرات. ويجب أن يكونون تتحقاً في مرات ، يقبع التعامل، ويجب أن يكونون مرات هؤلاء دون أعطاء، Und wenn ein Teil dieses Körpers, also wenn ein Moslem quantitativemente أو wenn der Moslem krank ist oder wenn der Moslem Probleme hat, dann versuchen die anderen Mosleine diesem zu helfen, zu unterstützen, aber nicht ihn allein zu lassen, sondern mitzuwirken. بمعض الرجل الوصول يرونه جدا، تعيش اب نعم، جدا کرت فيو يومي learnt كفيا، فعل أن يعيشنت في منج الجلس وتم يشترك، فنه لا يشترك وانه لا يشترك وانه يشترك كله يشترك ويشترك 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 الناس جدًا يجب أن يشترك أساسي يساعده لم يحطه ihm kein Unrecht. Er erniedrigt ihn nicht. Er liebt ihn, unterstützt ihn, hilft ihm. Und er sagt, صلى الله عليه وسلم, لا تباردو, hasst einander nicht. ولا تدابرو, gibt dem anderen oder dem anderen nicht den Rücken, dass man mit den anderen nicht redet. Und sei Diener Allas Brüder. Ein Moslem darf seinen Bruder nicht erniedrigen. Der soll zu ihm barmherzig sein. Man soll einem Moslem keinen Schaden zufügen, auch im Handel. Das heißt, wenn du weißt, dass jemand etwas kauft, dann sollst du nicht absichtlich dem Verkäufer mehr anbieten, damit dein Bruder das nicht kauft. Und wenn du weißt, dass dein Bruder schon etwas gekauft hat, dann darfst du nicht, sag ich jetzt, du darfst nicht mehr bieten, damit du deinem Bruder Schaden zufügst. Entweder der Verkäufer oder der Käufer. Und wenn du weißt, dass dein Bruder eine Frau schon um ihre Hand schon um ihre Hand gebeten hat, dann darfst du das nicht machen, dass du auch das, dass du um ihre Hand anbietest, anhältst. Entschuldigung. Außer, dass du weißt, außer dass du weißt, dass er schon abgelehnt wurde, dann ja. Und wenn du nicht wusstest, dann ist das nicht Problematik. Aber wenn du weißt, zum Beispiel, ein Bruder hat um die Hand eine Frau angehalten, dann darfst du das nicht machen. Das alles, wohin führt das alles? Das führt zu einer starken Gesellschaft, zu einer Gesellschaft, die zusammenhält und die Liebe verbreitet und die Unterstützung hat. Und das wird eine Gesellschaft sein, die stark ist und die natürlich wirken kann. Aber leider, heute ist die Lage total anders unter den Muslimen, sind die Muslimen heute nationalistisch oder die handeln nach ihren Interessen und nicht mehr nach der Religion. Also die Liebe unter den Muslimen ist nicht für Allah, sondern und die ist scheinheilige Liebe und keine richtige Liebe. Und die Unterstützung, die ist meistens mit Angeberei verbunden. Und ihr merkt das zum Beispiel, wenn einige Leute etwas machen, dann müssen sie sich zeigen und müssen das immer verbreiten. Ja, das haben wir gemacht und gemacht. Obwohl, wenn man etwas Gutes macht, das Beste ist, dass man das geheim macht, weil man die Absicht für Allah reinhalten will. Möge Allah von mir und von euch annehmen. Möge Allah uns zu einem Körper machen, dass wir uns gegenseitig lieben, dass wir uns gegenseitig unterstützen und dass wir eine Einheit bilden, und nicht dass wir uns spalten. Wir nehmen einige Fragen, in schaala, in schaala, in schaala, in schaala. in schaala, 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 بيت. هذه ايديه قمت نشت 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 ايديه ديز منش ديز سوف سمخت دي يجب دم شيطان ايديه ونشت امكي ايديه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مجال الله انس بفاق نعم تفضل انت كان عندك سؤال هل يجوز للمسلم بعد الوطري ان يوتر مرة اخرى وهل بعد القيام يرجع الى بيته فيقوم مرة اخرى انتبهوا بارك الله فيكم اولا حتى تعلموا شيئا ازاكم الله خيرا بارك الله فيكم انتبهوا لهذه المسألة التراويح هل اذا بحثت انت انه النبي صلى الله عليه قال تراويح ما فيه ما فيه هالكلمة من السنة وانما هي قيام الليل او في رمضان قيام رمضان واطلق عليها صلاة التراويح فصلاة التراويح هي نفس قيام الليل وهي نفس الوتر وهي نفس التهجد وهي نفس قيام رمضان وقيام الليل فمن صلى مع الامام حتى ينصرف يكفيه ذلك فان رجع الى بيته ان شاء نام وان شاء قرأ قرآنا ودعا ولكن يستطيع ان ينام وثم يستيقظ من الليل فيصلي ركعتين طويلتين وهذه سنة مهجورة سنة مهجورة انه الانسان بعد الانسان بعد الوتر قبل الفجر انه يستيقظ ويصلي ركعتين وطبعا هذه الركعتين اجرها عظيم فهذا الذي يفعل هذا الذي يفعل اليوم ان الناس يصلوا اثنان ركعات مع الامام وثم يرجعوا او يصلوا الوتر مع الامام يعني اداعش ثم يرجعوا الى بيوتهم ويصلوا تمانئة او يصلوا هذا ليس من السنة في شيء ليس من السنة نعم هناك من اهل العلم من يقول بهذا نعم سيقال في بلاد المسلمين يفعل هذا الامر ولكن هذا ليس من سنة النبي اما اذا اراد ان يصلي احدى عشرة ركعة فمثلا صلى في اول الليل اربعا وذهب ونام وثم قام قبل الفجر فصلى سبعا فلا بأس ولتكن اخر صلاة العبد من الليل واترن يعني اما ركعة اما ثلاثة فهك او خمسة سبعة فالصحيح ان الانسان اذا صلى مع الامام خلاص فالاخ يسأل ويقول طب هل اجعلها مثلا اطنعش ركعة اضيف ركعة او اصلي فقط ركعتين عشرة وارجع الى بيتي واقوم الليل ما انت قمت الليل لما تقوم مع الامام انت قمت الليل واما هذه تراويح وتهجد فهذا لا يعلم من السنة بل الامام احمد نفسه كره ذلك وبعض الصحابة قال عنه انه ما هكذا كان يفعل النبي صلى عليه وسلم فانتبئوا لهذا يا رعاكم الله وديننا ليس ما يفعله الناس وانما ديننا قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة وليس والله في فلا بلد يفعلوا وعندنا يفعلوا ويقولوا ليس الدليل بارك الله فإكم الله خير دي بغودا sagt wenn ich jetzt mit dem امام 11 ركعة gebetet habe darf ich zurück nach خوز um قيام الليل zu machen und darf ich noch einmal Witter beten erstmal es gibt nur ein Witter in der Nacht einmal zwei geht nicht zweitens بارك الله فإكم تراویح gebet قيام الليل تهجد gebet قيام ramadan alles ist dasselbe alles ist dasselbe es gibt nicht etwas in ramadan heißt تراویح allein und تهجد allein Vorsicht da wird man sagen ja aber schau mal überall machen die Leute das überall heißt nicht beweis unsere religion ist nicht was die leute tun und machen und sagen sondern unsere religion wird mit beweis argumentiert indem man sagt Allah sagt der prophet sagt die sahaba sagen hat der prophet so was gesagt es gibt in ramadan extra tarawih und extra قيام haben die gelehrten das gesagt eigentlich nicht auch die gelehrten imam ahmed sagt das ist unerwünscht was die leute machen deshalb richtig ist wenn du hinter dem imam gebetet hast dann hast du gebetet und wenn du elf raka gebetet hast dann gut was kann man machen aber man will mehr beten okay du betest mit dem imam elf raka dann kehrst du zurück nach hause wenn du willst schläfst du und dann stehst du auf vor fejar und du kannst zwei raka lang ziehen zwei nur zwei und diese zwei raka in der nacht zu beten nach ruter gebet oder wenn man geschlafen hat und aufsteht und betet ist eine sunnah die in vergesslichkeit geraten wurde viele Leute haben das vergessen du kannst in diesen zwei raka von mir aus al baqara und an nisa und ali imran in ein raka beten wenn du willst das geht nicht um die Zahl der raka hat das geht um das Gebet an sich selbst deshalb ist es falsch was gemacht wird und diese sache tarawih und tahajjud gibt es nicht aber wenn man will da kann man zum Beispiel vier rak'ah beten und dann geht man schlafen und dann steht man auf und betet man sieben rak'ah kein Problem das kein Problem aber besser ist dass du dich an Hadith hältst wenn du hinter deinem imam betes bis imam zu ende das kibbet für dann hast du den luen für einen nackt wallah taala ala wa alam naam is is a 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 وأجر السنة أكثر من الأجر المية طيب يا شيخ السهنة صلينا ومعك لحبته خلاص لك ما قلنا لك ما ما تسمع أنت قلنا لك تذهب تنام إيه اسمع أعلى بفاهمك يا مرة تانية تذهب تنام نعم بعدين تقوم مثلا تقوم الساعة أربعة أو ثلاثة ونص وتصلي ركعتين طوال تصلي ركعتين طوال نعم فيك تفعل هذا بس ما يجوز لك أن تصلي وترا آخر فلمت شلوه يا ما فيك دروح تصلي هلا يداعش وتروح تصلي مرة تانية يداعش وصل إن شاء الله نعم شيخ صلاة الوتر أو قيام الليل خارج رمضان ممكن جماعة لا يثبت أن الأخي يقول صلاة الوتر أو صلاة قيام الليل خارج رمضان هل تصلى جماعة لا يثبت أن النبي صلى جماعة إلا في حالة وحدة مثلا أنت في بيتك وأتاك ضيف فهو قام فانتا تقوم معه أو أنت قمت فا يقوم معك أو مثلاً سوشتاك معك لا بأس والله أعلم بارك الله فيكم وإلا خارج رمضان يرجى أن يدع在 مجابنة قيام الليل الكثير من يحامل يحتل ان يحامل الله بيوم ، لا يوجد ان يحامل الله حسابه لا يوجد أنه لا يحامل الله بيوم ، لكن 边 das ليس تحاملٌ كان يحامل الأمر عندما يحامل Ebola يحامل haydew快 فيها ويدن هل يحاملون سيحامل الأمر ان يحامل معكم بها كانت ما يتطاق with you or with your wife كانت ما يتطاق معه الله تعالى لكن لا تطلق لأنه ليس كذلك من الظهر سوى الأوزر أنه اوزره من رمضان في جميع الامر قيام الليل قبتت صلوات ربه و السلام علي تفضل هل ثبت أن النبي صلى ثماني ركعات نعم ثبت أن النبي صلى تسعا فجلس في الثامنة شهد أن تحياته وجلس في التاسعة ثم سلم ثم صلى ركعتين جالسا صلواته ربي وسلامه عليه شيخ السنع الحديث عن عائشة لأنه رات النبي صلى أربعة أربعة وبعدها ثلاث الوتر كانت تصليه فورا بعد الأربعة أربعة وعليه ثلاث أو كان في فترة بينها هذا السؤال جيد أنه هل كان في فترة بينهم لو صار في فترة لا بأس يعني لو صلى أربعا أربعا ثم ثلاثا وخلى فترة بينهم ولكن العدد هو 11 بس على الليل هل يقسم إذا قسمه معلش بس إحنا حتى الواحد لو مثلا فتورنا نبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام صلاها بعد الفترة بعد ساعة ساعة ما عليش وإحنا صليناها فورا بتلحس بظلق لا نفس الشيء ما عليش لأنه هنا ما في شيء يمنع ما في شيء يمنع نعم سلام عليكم لأنه سؤالi يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلات الليل مثنا مثنا ما شاء الله فهل يتعارض مع أن نصلي مثلا أربعا أربعا لا ما في تعارض ما في تعارض لأن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الليل صلى الله عليه وسلم بأكثر من هيئة ومن كيفية فإذا أخذ هذه الكيفية لأباس إذا أخذ هذه الكيفية لأباس وثم صلاة الليل مثنى مثنى إلى ما شاء الله ما فيها أمر بأن تكون الصلاة مثنى مثنى ولو كان هكذا طيب شلون النبي صلى الله تسعا وشلون عائشة قالت صلى أربعا ثم أربعا ثم ثلاث فَذَاكْ هَذَا كُلْهَا كَيْفِييَات وَهَيْيَات جَيْسَ بَرَكَ اللَّهُفِيكُمْ دَيْ بُرُودَ Oder die Brüder, eigentlich, es geht um dasselbe. Und zwar, der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, das Nachtgebet ist باريخ 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 بسوء الله will. Ja, aber kann man vier رقع بيطن oder mehr? بَرَكَ اللَّهُفِيكُمْ سَعْقُلْهِنَا Es gibt verschiedene Arten, es gibt verschiedene Arten, wie man قِيمٍ اللَل بيتet. Unter anderem زْوَي 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 Oder, der Prophet صلى الله عليه وسلم hat so gebetet. Er hat neun رقع auf ein Stück, in einem Stück صلى الله عليه وسلم gebetet und er saß beim Achten بات حيَيَات وَلِلَّا وَصُّلَهِ Religious und beim Neunten سلام عليكم, السلام عليكم und dann im Sitzen hat er زْوَي رَكَا gebetet صلى الله عليه وسلم Der Prophet صلى الله عليه وسلم إذا كان لديه وديه وديه ويهدى يهو أعطى ويهدى وديه ومع ذلك يهدى أن يحط لديه ومع ذلك يمكن أن تحطل ديه ومع ذلك ولكن هناك أخرى فإن حالها وإعطاننا تفضل الأشابة التي يحكي أنت تحطينها سبحانك اللهم حراما ديك أشهد أن لا إلى لنت أستغفرك أتوب لك السلام عليكم ورحمة الله